بسم الله الرحمن الرحيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم من جديد اذا في هذا الفيديو سنقدم لكم تلخيص لدروس سنة الثالثة عدادة تحضير المجحة المحل المحلي لدريا سنقوم بتلخيص لدروس التفاعلات بعض المواد العضوية مع الهواء فحمتي المفهوم بنجمان لحليل محل الحلم نبدأ Driving Pro نبدأ بالدرس للتفاعلات بعض المواد العضوية مع الهواء كلمة المترفة باللغة من هاتل العنوان هي النوبة المواد النوم الرحيم المواد العضوية الأول بأنه يفهم على عد�ignon المواد النوم الرحيم المواد العضوية مواد قابلة للإحتراق عندما تستعرض لها تحترق في الهواء أيضا من بين مميزة المواد العضوية أنها تتكون من ذرات الكربون والهيدروجين إذن تتكون جزئاتها من ذرات الكربون والهيدروجين إذن هنا هذه مهمة جدا سأحاولون تنتبهوا جيدا بفادة الحالة هذه إلا تتطلقون في شيء تمرين ولا في شيء امتحان ما هي المادة العضوية طبعا الحال تكون تعرفوا أنها تكون من ذرات الكربون والهيدروجين أساسا نأخذوا مثال الميثان الميثان السيغة الكيميائية في ذرات الكربون والهيدروجين نأخذ مثال ثاني البطان C4H10 فهذا البطان هذا في ذرات الكربون وذرات الهيدروجين إذن فهو يعتبر مادة عضوية إذن الآن تقلوا إلى تفاعلات بعض المواد عضوية إذن طبعا الحال مادة العضوية مثلا الميثان أو البطان عندما يحترقوا في الهواء أو الورق أيضا يعتبر مادة عضوية فهذا طبعا الحال سيتفاعل مع تنائل أكسجين وسينتج بعض الغازات إذن هنا لنحاولوا نشوفوا التعبير العام لإحتراق المادة العضوية ونأخذ المعادلة بصفاء ما أو معادلة الاحتراق كتكون عندنا المادة العضوية تتفاعل مع تنائل أكسجين فينتج غاز سيودو زائد أشدوزو بالإضافة إلى بخار عفوا بالإضافة إلى نواتج أخرى إذن بالنسبة لهذه المعادلة وهي المعادلة الاحتراق بصفة عامة فكين عندنا المادة العضوية مثلا ميطان بطان الورق كمان جفوف الأمثلة كتفاعل مع الأكسجين إذن يحدث احتراق بوجود تنائل أكسجين طبعا الحال كين تفاعل كيميائي فسينتج غاز سيودو باش كنعرفوا السيودو كنعرفوا بتعكر مع الجير إذن نكشف عن السيودو بتعكر مع الجير هنا بالنسبة لبخار الماء تكون قطرات من الماء على إناء يعني فوق إناء بارد طبعا الحال إذن للكشف عن السيودو كين تعكر كلا للتعكر مع الجير لأننا كشفنا عن السيودو بالنسبة لبخار الماء تكون قطرات من الماء أو استعمال كبريتات نحاس تاني إذن هذا جوج كواشيف تمكن منكشف عن الماء بالنسبة لنواتج أخرى فنواتج أخرى ممكن تكون غازات أخرى كما نشوفه من بعد ناخذ مثال مثال كين عندنا مثال الهتراق الورق إذا الورق عندما يحترق في تنائي الأكسجين فسينتج طبيل حال سيودو زائد H2O وزائد نواتج أخرى قد تكون غازات أخرى إذن هذا الشيء الذي كان منسبة ل هذه الحالة أن تحدثه إلى بعض الغازات التي تنتج عند احتراق المواد العضوية إذن هنا بعض الغازات الغازات الناتجة بل غازات الناتجة عن احتراق المواد العضوية إذن من بين الغازات الناتجة عند احتراق المواد العضوية كان غاز CO وهو أحادي أكسيد الكربون إذن هذا الغاز CO فهو غاز سام وقاتل إذن هو الذي يسبب لنا اختناقات ومشاكل على مستوى الجهاز التنفسي مما يؤدي إلى الموت كان عندنا أيضا غاز CO2 هذا يقول لكم كنت تعرفوا غاز تنائي أكسيد الكربون فهو يسبب ظاهرة الاحتباس الحراري إذن مسبب الرئيسي لظاهرة الاحتباس الحراري وغاز تنائي أكسيد الكربون كان غازات أخرى من HCL و HSN و SO2 إذن الغاز الأول هو كلورور الهيدروجين الغاز الثاني هو سيانور الهيدروجين والغاز الثالث هو تنائي أكسيد الكبريت هذه الغازات كلهم تقريبا كسب بوليناء مشاكل على مستوى الجهاز التنفسي تأتي على الصحة وأيضا فهي غازات تسبب الأمطار الحمضية إذن غازات سامة تسبب مثلا الأمطار الحمضية إذن تسبب الدرس التفاعل المواد العضية مع الهواء وما أشعروا فيه كون أن الدرس الواضح الآن انتقلوا إلى الدرس الخامس وهو مفهوم PH المحالي الحمضية والقاعدية إذن مثلا هذا هو درس مهم في سنة الثالثة إذا سنبدأ بمفهوم PH أو تعريف PH إذن مفهوم PH إذن منسبة PH فهو عدد يسمح لنا بالتمييز بين المحالي الحمضية والحمضية القاعدية إذن يكون مطبيع الحل ويكون محصور بين 0 و 14 إذن بالنسبة للمفهوم PH نستعمل الورق يسمى ورق PH وهذا يغير اللون حسب نوعية المحلول من 0 إلى 14 ويميز بين المحالي الحمضية والمحالي القاعدية وممكن استعمال جهاز PH الذي يعطي قيمة بذيقها عكس ورق PH إذن نتقلوا الآن إلى تصنيف المحاليل إذن عموما المحاليل نصنفهم إلى ثلاث أصناف كان عندنا محاليل حمضية كان محاليل محايدة ثم كان محاليل قاعدية إذن هذ الأصناف الثالثة كل صنف يتميز على صنف آخر بحيث المحالي الحمضية يتميز PH دائما صغر من 7 المحالي المحايدة يتميز PH يساوي 7 والمحالي القاعدية يتميز PH كبر من 7 هنا نأخذ بعض الأمثلة إذن من بين الأمثلة نقدر نأخذ محلول حمض الكلوريدريك إذن غيم الاسمية يتبين أنه محلول حمضي إذن حمض الكلوريدريك يكون دائما محلول حمضي لأن PH يكون صغر من 7 بالنسبة المحلول الثاني نأخذ مثلا محلول هيدروكسيد السوديوم فالمحلول شفنا في الدرس أنه محلول قاعدي PH يكون كبر من 7 ثم المحلول الثاني الأخير هو الماء الخالص إذا الماء الخالص فهو محلول محايد لأن PH يساوي دائما 7 ونحن ملاحظة الماء الخالص أو الماء المالح أيضا حتى هو PH يساوي 7 إذا حاولوا تفرقوا بين المحلل إذا الماء المالح المالح أيضا كيكون قيمة PH يساوي 7 لأن الشحال المالح يعتقد بأنه محلول حمضي إذا هنا الماء المالح إذا نحن محلل محايد إذا نتقلوا الآن إلى مفهوم أو سل PH إذا نختصر هذه أصناف المحليل في خطط و لوح السلم هنا نقسم إلى ثلاث أصناف ثلاث أقسام من 0 إلى 7 و 7 إلى 14 إذا بسبب من 0 إلى 7 ف لدينا محليل حمضية محليل هنا بطعب الحال محايدة و من 7 14 محليل قاعدية الآن كلما تجاهنا إلى من 7 إلى 0 يعني إذا مشينا من 7 إلى 0 كيف يوقع هنا تنقص قيمة PH نقول قيمة PH تقول إلى 0 تتجه إلى 0 وبالتالي هنا تتزايد حمضية المحلول تتزايد حمضية المحلول هنا بالنسبة للجهة الأخرى العكس يحدث عندما نتج من 7 إلى 14 تزايد قاعدية المحلول أي أن المحلول القاعدية لكي تزايد القاعدية المحلول إذا نتشي لكي من سول PH نخذ المثال نأخذ محلول معين قيمة PH تساوي 4 ونأخذ PH محلول ثاني تساوي 9.1 إذا المحلول السم S A والمحلول الثاني اس B إذا ترحوا لكم السؤال أين هو المحلول أكتر حمضية فالأكتر حمضية كلما تجهنا إلى 0 تتزايد حمضية المحلول إذا هذا قيمة PH صغيرة هو الذي يكون أكتر حمضية وبتالي القيمة PH لدينا 0.1 إذا هذا المحلول S B هو المحلول أكتر حمضية وهذا المحلول S A هو المحلول أقل حمضية نأخذ مثال ثاني 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 بالنسبة المحل القاعدية لدينا محلول PH يساوي 8.9 ومحلول آخر PH يساوي 12 هذا المحلول نسميه مثلا SC وهذا SD إذا بالنسبة المحل الفضح هذه SC أو SD أي أكتر قاعدية إذا هنا نشوف السل PH إذا نمشينا من 17 إلى 14 نلاحظ تزايد قاعدية المحلول إذا باش مما تزايد قاعدية المحلول كلما اتجهنا إلى قيمة 14 إذا انطلاق من S المحلول SC و SD كاللاحظ أن قيمة PH تسوي 12 كبيرة وبالتالي S هو المحلول أكتر قاعدية في حين SD هو المحلول الأقل قاعدية إذا انتقلوا الآن إلى الفقرة الأخيرة وهي عملية التخفيف إذا عندما نأخذ محلول حمضي أو قاعدي مركز ونضيفه إلى الماء تسمى هذه العملية بالتخفيف إذا من كان نأخذ محلول حمضي ولا قاعد مركز قوي فوضفناه إلى الماء كتسمها العملية بالتخفيف وتخفيف المحلل الهدف منها هو الحد من خطورة المحلل عندما نستعملها إذا نحاول نقص من الخطر لاستعمال تلك المحلل دون مشاكل ثم بالنسبة لتخفيف على قيمة PH إذا مما أننا نأخذ المحلول حمضي ونضيف الماء طبي الحال PH نقص إذا بالنسبة المحلول حمضي تخفيف محلول حمضي تنقص قيمة PH وتقول أن تتجه إلى 7 إذا ما يوقع لخف محلول حمضي تنقص قيمة PH وتقول إلى 7 بالنسبة لتخفيف محلول قائدي تنقص 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 قيمة PH وتقول إلى 7 إذن بجوش بهم تنقص قيمة PH إذن هنا عفوا هنا ما كان تنقص تنقص وإنما تزداد قيمة PH تزداد قيمة PH وتقول إلى 7 إذن هنا خلصة هذه العملية تخفيف أننا كنت استعملها للحد من خطورة بعض المحلل وعند تخفيف محلول حمضي بطبيع الحال ستزداد قيمة PH وتقول إلى 7 وعند تخفيف محلول قاعد ستنقص قيمة PH وتقول إلى 7 إذن دائما هنا خلصة دائما عند تخفيف المحل الحمضية تقول قيمة PH إلى 7 سواء محلول حمضي أو محلول قاعد إذن كنتمنى أن الدرسين تكونوا فهمتوا التلخيص ديالهم وساعدكم في تحضير الامتحان المحلي موعدنا في فيديو جديد والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة